شوف في الختام أنا عاوز أقول شي إن هذا الإنجيل فيه قوتين قوة للخلاص وفي نفس الوقت قوة للدينونة إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله فلي بيقبل يسوع المسيح إنها قوة الله للخلاص لكل من يؤمن امتدادها على مر العصور والأزمان فإذن هي قوة الله للخلاص فبهذه القوة المسيح أسكت الشياطين بصليبه جردهم أشخرهم فضحهم أحبائي في هذه القوة التي بينما تفتخ الرومة بالوثنية الافتخار بالإنجيل غير العالم الروماني وخلاه عالم متحضر شعوب بأكملها تغير ثقافتها وحضارتها بقوة هذا الإنجيل إنه قوة الله ديناميتي ديناميكية مولدة متحرقة طاقة قوية جبارة تستطيع أن تغير ولكن لكل شخص بيرفض اسمع ما يقول الكتاب المقدس يحنى 3 آية 18 الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شرية من الأصل كانت شرية من جوة ليه؟ لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة فإذن المسيح لم يقل فقط أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي بل قال أنا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلمة ما في عندنا شيء إن صلين أقوله يا رب بهدين الطريق لا يسوع هو الطريق قبولك ليسوع المسيح أنت تهتدي إلى الطريق فإذن لماذا تجازف ولماذا تغامر وهل تخجل بإنجيل يسوع المسيح الذي هو قوة الله للخلاص صدقوني كل المشاهدين المؤمنين إذا كل واحد جاهر بالإنجيل وشهد عن يسوع المسيح العالم بيتغير لأنه ما فيش بديل أصلا ما فيش أي شيء تقدر تبدله بيسوع المسيح بصلي من كل قلبي إنك تتوج المسيح رب ومخلص على حياتك في هذا اليوم حتى يكون إليك حياة أبدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة